على الرئيس wirken. بيعبر عنه العلامة الزرق اللي بتتحرك لتحت اللي احنا شايفينها دي لمبة الزرق الصغيرة دي اول صفحة فيهم وها في الترك انفو او اللي هو العداد بتاع الكيلومترات والساعة ودرجة حرارة الجاو وعداد الرحلة لسبعمائة اربعة وتلاتين لو نزلت لتحت كده بينزلني للصفحة اللي بعدها في نفس برضو الشابتر بتاع الانفو اللي هو بيديني اللي هو معدل السرعة بتاعتي في الرحلة تلاتة واربعين وستونعاشر كيلومتر في الساعة معدل استهلاكي تلاتين لتر سولار لكل ميت كيلو تمام وزمن الرحلة استغرق تلات تلات ساعات والرحلة كان مية خمسين كيلومتر يعني الرحلة بتاعتي مية خمسين وممكن اعمل لها ست لو رجعنا تاني للصفحة اللي فوق اللي هي بيديني خزان الاد بولوفي تسعمية في اربعة تلاف تسعمية وتسعين كيلومتر يقضيني الاربعة تلاف تسعمية وتسعين كيلومتر وخزان الابيض اللي فوق بتاع الجهاز يكفيني تسعمية وتسعين كيلومتر تمام يعني الخزان الابيض ده بيعبر عن الكيلومترات اللي انا ممكن استهلكها من الجهاز اللي موجود عندي واللي تحت اللي هو بيديني كمية الاد بلو او الاد بلو اللي عندي يكفيني مسافة كم كيلومتر تمام ده بالنسبة الشابتر اللي احنا فيه لما بضغط بالسهم اليمين بقى عشان اتحرك للشابتر اللي بعده بيدخلني على الشابتر اللي بعد طبعا اول حاجة السرعة بتاعت العربية ديجيتال بظهر عندي هنا بحيس ان طبعا الناس اللي هي يعني بترتاح اكتر مع القراءة الديجيتال عن اللي هو الانبير العادل بنزل لتحت شوية كده ده الصفحة خاصة بالفليت بورد اللي هي التحكم في العربية بتاعتي او نقل الداتا بتاعة القيادة بتاعتي قد ايه استخدام فترة القيادة قد ايه وصرعات السرعات بتاعتي اثناء القيادة واستخدام الفرمالة كان قد ايه وممكن اعمل ريسلتي من خلال الزرار اللي هو الازرع اللي تحت ده وبيديني معدل استخدامي للكنتونيوس بريك اللي هو طبعا التلمة بتاعتي او الفرمالة بتاعت المحرك وفرمالة التلمة واننا الفترات اللي انا استخدمت فيها عملت دي اكتيفات في قد ايه والاخر صفحة تحت بيديني برضو اللي هو استخدمت الاوتوماتيك مود في اد ايه في تقريبا خمسة وسبعين في المية استخدمته خمسة وسبعين في المية وكيب الاكسليداتور بيدل كونستانت ان انا استخدمت البيدل بتاعي او دواست الاكسليداتير فترة سبت اد ايه بنسبة النسبة اللي بيجيبها لي في الشاشة لو ضغطت السهم التحت بيجيب لي الصفحة اللي بعدها وكذا الاسستنس ده اللي هو نظام اللي هو العربية بتاعتي تقومشي على الخطين الموجودين على الطريق اللي هو كده يعني النظام بتاعي متفاعل دي الكاميرا الخلفية دي نظام الباكب درايف مود اللي هو اكتيفيت انلي هو ان فيكل يعني دلوقتي لو فيه اه مشكلة فيه الكهرباء بتاعت العربية فبيمشي على اه غيار اللي هو الخامس تقريبا لو عندي مشكلة طبعا في الترك بتاعتي بيمشي على الغيار التاني او الخامس لو عندي مشكلة فيه الغيارة بتاعت العربية الصفحة الاخيرة اللي هي بتعبر عن الكاميرا الخلفية الموجودة في العربية بتاعتي بحيث ان انا لو هرجع للخلف او ريفيرس او مارشدير بينقلي الصورة بتاعت الظهر العربية عملت زي عشان اتجنب يحصل استضام او حدثة في العربية بتاعتي طبعا الشابتر الرقم 3 ده خاص بالالارم كلوك بازبط المنبه والشوية حيك كده ملاش لازم يعني مش مهمة قوي وشابتر الرقم 4 اللي هو الاكسل والتايرز والليفل كنترول تمام اول حاجة الاكسل زي اللي هي المحاور بتاعتي بيقول المحور الاول حمولة بتاعته او يستحمل اد ايه اللي هو 7 طن والمحور التاني والتالت والرابع تمانية ونص و11 ونص والكاوتش بتاعي لو فيه نظام تي بي ام قراءة ضغوط الكاوتش بيديني ضغط الكاوتش لكل فردة هنا ولو ضغطت على السهم التحتي ديني الليفل كنترول تمام اللي هو فيه الرير سسبنشن او المحور الخلفي بيقولي طبعا ان العربية بتاعتي لو هي منخفضة او مرتفعة عن مستوى بتاعها عن مستوى النيوترال وده نظام السمارت تريلر لو في عندي نظام سمارت تريلر متوصلة بالعربية بتاعتي بيبقى ده متخصص بدخل على الصفحة دي نظام الصيانة او المينتنانس ده بضغط عليه بيدوس اوكي بيديني طبعا فترات الصيانة اللي انا عملتها للمحور الامامي او المحور الخلفي تمام لو ضغطت بالسهم يميني دخلني على الشابتر اللي بعده اللي هو فيه قراءات ضغط الهوى في داية الهوى بتاعتي العداد اللي فوق والعداد اللي تحت سبع بار واللي تحت سبع بار برضو لو نزلت بالسهم التحتي دخلني على الصفحة اللي بعدها اللي هي درجة حرارة العربية بتاعتي سبع خمسين الزيت بتاعي اوكي عداد ساعات المحرك ربعمية وتسعة وتمانين ساعة ستة وتلاتين دقيقة بيدوس على السهم التحت عشان ادخل على الصفحة اللي بعدها بنديني حالة البطارية بتاعتي طبعا مش فل يعني البطارية بتاعتي يظهر ان هي مش فل عندي كده محتاجة تتشحن شوية وده الأحداث المتسجلة عندي او الاعطال فيها حدث واحد بنزل كمان للصفحة اللي بعدها اللي هتشخص الاعطال وادوس اوكي بدخلني على الكنترولات طبعا كل كنترول زي ما احنا شايفين ودخل بالسهم يمين لو انا عايز اعرف الكود المتسجل في كل دوست اوكي عشان عرجع تاني بدخل بالسهم يمين عشان يدخلني على الشابتر الاخير اللي هو اول حاجة المنو اللي هي الوحدات بدوس اوكي دي بس انا بيقول لك اختر الوحدة اللي بتناسبك نظام ال 24 ساعة نظام الكلمتر في الساعة النظام الميل نظام الليتر ولا الجيلون بنزل بالسهم التحت يدخلني على اللايتنج اللي هو الاضاءة الإضاءة دي بحدد منها إضاءة الشاشة يعني حسب ما أنا مرتاح ممكن أقلل الإضاءة أعلي إضاءة بتاعة الشاشة تمام؟ لو بدوس أكي عشان أرجع أو بنزل بالسهم التحت هيديني اللغة لو أنا عايز أختار بين اللغات المختلفة لو عندي أكثر من اللغة على الشاشة بتاعتي service products دي مثلا بيديني لزوجة بتاعة الزيوت اللي أنا بتعامل بيها بدوس بالسهم اليمين عشان أتحرك بين الحاجات المختلفة لزوجة الزيت مثلا في rear axle طبعا خمسة W40 والصفحة الأخيرة دي systems بعض systems اللي هي بتكون موجودة في نظام العربية بتاعتي اللي هو النظام الاقتصادي اللي هو العربية تمشي على سرعة سبتة ده بيقلل طبعا إن استهلاك الجاز بتاعي طبعا نخلي بال إن هما كلهم بتعلم عليهم لو دوست على الام دي أو زراء الام بيرجعني تاني للصفحة الأولى أو الشابتر الأولاني وزي ما احنا قلنا طبعا من خلال الأسهم فوق وتحت بتحرك بين الصفحات والسهم يمين والسهم شمال بتحرك بين الشباتر اللي هو اللي احنا قلنا ستة شباتر بالعرض والصفحات اللي هي بالطول من فوق اللي تحت والام ده بيرجعني تاني الورى خطوة الورى واللي في عندنا اللي هي دي طبعا زي ما قلنا دي بتعرض السرعة الديجتال بتاعتي العربية وفي عندنا الزرارين اللي هما الزائد والناقص اللي هما موجودين في الزراير كل ده بنتكلم عن الزراير الموجودة في الجنب الشمال من الديركسيون تمام؟ ما جناش خالص ناحية الزراير جنب اليمين عندنا طبعا زي ما قلنا نبهنا على اليمين والشمال وظيفتهم ايه؟ وقلوا اوكي اللي في زرارين اللي هو الزائد والناقص دولة وظيفتهم ان هو بيعلي الصوت ويقل الصوت الزائد طبعا بيعلي الصوت والناقص بيوط الصوت